دانت منظمة رايد سردار عمليات الاختطاف والاخفاء القسري التي طالت أهل مدارية العبدية بمحافظة مأرب المنظمة أكدت في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر دانتها حملات دهم واقتحام منازل وإحرق وتدمير أخرى بمدارية العبدية جنوب غرب مأرب من قبل مسلحي الحوثي بحق مدنيين معارضين لها ودعت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جرونبيرغ لتدخل العاجل لضمان فتح ممرات آمنة لأهالي المدارية المهددة حياتهم من الملاشي الحوثي المدعومة من إيران والتي ارتكبت أبشع أنواع الجرائم بحق السكان المدنيين التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية في ظل صمت أممي ودولي مريب